موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 7 لسن 6 اليونت السابع الدرس السادس عنوان الدرس math sound art الرياضيات والفنية إذن التحدي الخاص بالرياضيات والتحدي الفنية موجودة صفحة 100 من كتاب الطالب صفحة 98 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب الاسمه الأستاذ طاحسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاحسين ودرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف صفحة 100 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة math and art الرياضيات والفنية إذن بهذا الدرس فقط رح يشرح لي اللي صار بالتحديات الخاصة بالرياضيات والفنية بالدرس السابق أخذنا فقط القوانين اللي قالها المعلم للتلاميذ على مودي شاركون بين التحديات الأربعة وبالعنشطة الأربعة الخاصة بالتحدي المدرسي وكذلك عرفنا شون التلاميذ سووا أعلام عالم العراق وعالم مدرسة النهر الأحمر وعالم مدرسة الشجرة الخضراء واخذوها وياهم للتحدي أما بهذا الدرس رح يركز لي فقط على تحدي الرياضيات والفنية وشين المطلوب وشين الأسئلة اللي سئلوها هذا التلاميذ إلى آخره بأسفلها مكتوب listen and read استمع وقرأ name الاسم طارق طارق رح يأدي تحدي الرياضيات school المدرسة green tree school مدرسة الشجرة الخضراء challenge التحدي math تحدي الرياضيات بأسفلها مكتوب draw a rectangle 4 cm 2 cm ارسم مستطيل أرض أربعة وطول 2 cm هنا كريم يرسم هذا الرسم draw a square ارسم مربع 3 cm 3 cm طول وعرض 3 cm أما النقطة الثالثة أو السؤال الثالث أو المطلب الثالث في التحدي draw a triangle ارسم مثلث your own size باستخدام القياس اللي ترغب ب here are tarix shapes هذه الأشكال اللي رسمها طارق بعدها طلب من عندنا استمع التلميذي استمع للاستاذ هو يقرأ هذه الجمل بعدها يقرأ مثل ما قرأ الاستاذ يقول لي read and tick اقرأ وضع صح or cross أو خطأ يقول لي use a ruler باستخدام المصدرة are the shapes correct هل هذه الأشكال اللي رسمها طارق هذان الأشكال الثلاثة استخدم المصدرة شوفها الأشكال الصحيحة قياساتها مضبوطة إذا مضبوطة أوضع صح وإذا ما مضبوطة أوضع خطأ فهنانا يطلب من التلميذ أن يصح حطارق إجاباته فالrectangle اللي هي المستطيل قياساتها مضبوطة التلميذي يطلع مصدرة ويتأكد إذا كانت قياساتها مضبوطة أو لا إحنا نعرف أنه قياساتها ثلاثة كانت مضبوطات فأوضع ثلاثة عليها على مصح there are three points for each shape هناك ثلاث نقاط لكل رسم أو كل شكل هندسي لسمى طارق my score for طارق جقد تمطي طارق كم درجة من ذنة تسع درجات بما أنه كانت ثلاثة إجاباته صحيحة فأمطي تسعة من تسعة nine points تسعة نقاط لحد الآن النشاط هذا صفي هذا ما يخص التحدي الخاص بالرياضيات عرفنا أسئلته وعرفنا طارق الشون جاوب صححنا أجوب الطارق وانطينا درجته من تسعة ننتقل إلى تحدي الخاص بالفنية مكتوب listen and read استمع وقرأ من اللي رح يؤدي التحدي هذا لينا المدرسة green tree school اللي هي مدرسة الشجرة الخضراء وشالنج التحدي الخاص بالفنية arts there are high mountains and long river between the green fields هناك جبال عالية ونهر طويل بين الحقول الخضراء in the fields there are trees and some cows في الحقل هناك بعض الأشجار والأبقار طبعا هذا الرسم اللي طلبته مدرسة النهر الأحمر من لينا على مدرسة تشارك به بالتحدي الخاص بالفنية فنلاحظ أن لينا أخطأت بأمرين وضعت أحصنة بدلا من الكاوز بدلا من الأبقار ثانيا ما رسمت الأشجار نلاحظ بصورة ماكو أشجار إذن راح نجي نصحح للينا ونشوف شنرأ أخطاء شي يقول لي يقول لي لكات لينا's picture انظر إلى صورة لينا and answer the questions وأجب على الأسئلة التالية do you like it؟ هل أعجبك هذا الرسم؟ فهنا التلميذ مخير أما يقول yes I do or no I don't فمثلا أقول yes I do الرسم مثلا كان حلو أقول أنا أجبنا الرسم number two is it correct؟ هل هو صحيح؟ هذا الرسم يناسب السؤال لنتهي بالتحدي؟ قلنا أنه ما يناسبه ليش؟ لأنه طلب من عندها cows أبقار هي رسمة horses أحصنة طلب من عندها trees أشجار وهي ما رسمة الأشجار إذن أقول له no there are two points for each correct drawing ونالك نقطيا على كل رسم صحية جدت التقييم اللينا كم درجة؟ خلنا نجي نشوف هو الأصلا كم مطلب طلب من عندها كل مطلب إلى درجة high mountain جبل عالي هاي درجة long river نهر طويل هاي درجة green fields حقود خضراء هاي درجة هاي درجة هاي درجة هاي درجة 6 درجات in the fields there are trees on some cows الأشجار والأبقار هم 4 درجات إذن لنتاخذ 6 من 10 لأن هي عليها 10 درجات 5 مطالب كل مطلب إلى درجة إذن نطيها 6 من 10 فأكتب 6 points 6 نقاط هذا ما يخص التحدي الخاص بالفنية اللي عملتها لينا كذلك نظرنا للسؤال قرأنا افتهمنا وشفنا الرسم الخاص بلينا طلعنا الأخطاء مالته وجاوبنا على الأسئلة المتعلقة بيه ننتقل لكتاب النشاط write the sentences in correct order اكتب الجمل بالترتيب الصحيح منطيني جمل مباثرة يطلب من عندنا رتبها فمثلا الجملة الأولى need do I for maths challenge the what هاي الجملة مباثرة يطلب من عندنا نرتبها فهي بما أنها علامة استفهام أبدأ بعدها السؤال أقول what what do I need for maths challenge ما الذي يحتاج لتحدى الرياضيات كذلك الجملة الثانية you and a need pencil a ورولة شن الترتيب الصحيح للجملة أجي أحاول أفتهم الجملة أنت تحتاج إلى مصدر وقلم فش أقول أقول you need أنت تحتاج إلى pencil and a ruler you need a ruler and a pencil تحتاج إلى مصدر وقلم أو أقدر أقول you need a pencil and a ruler إذا غيرت مكان البنسل والرولة مو مشكلة number three a t-shirt I've got and trainers some شن الترتيب الصحيح للجملة أكيد I've got معناها لدي تكون بداية الجملة لأنه حاط ليها بالحرف الكبير فأقول I've got أنا لدي a t-shirt t-shirt and some trainers وبعض الأحذية أو some trainers and a t-shirt بعض الأحذية و t-shirt الجواب الصحيحات I've got a t-shirt and some trainers لدي t-shirt وبعض الأحذية كذلك نفس الطريقة got you crayons and have هنالذا تذكرون السؤال اللي أخذناه بالدرس اللي قبل الدرس السابق اللي هو have you got have you got any crayons هل لديك أي أقلام تلوين الإجابة عنها تكون أما yes I have أو no I haven't number five haven't I got I got a dictionary picture شنو ترتيب الصحيحة للجملة العي أكيد في بداية الجملة أقول I haven't got أنا ليس لدي a dictionary picture أو a picture dictionary ليس لدي قاموا الصور number six borrow I can rubber or your شنو ترتيب الصحيحة للجملة can I borrow your rubber هل يمكنني أن أستعير مساحتك number seven we quietly talk in must the library هذا قانون بما أن be must معناها قانون فشيقول أقول we must نحن يجب أن talk نتحدث quietly بصوت هذا in the library في المكتبة number eight must in the we library run around كذلك بمصنت إذن هذا قانون فشيقول أقول we must يجب أن لا run around نركض in the library في المكتبة هذا ما يخص هذا النشاط منطين الجملة المباثرة يطلب من عندنا نرتبها حسب فهمي أو حفظي للمفردات اللي لاقتني بالدروس السابقة أقدر أجاوب على هذا النوع من الرسلة لكن هو النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى النشاط الآخر look at the rules for the school challenges انظر لقوانين التحديات المدرسية write a tick ضع صح or cross أو خطأ هنا يقول لك اقرأ القانون افتهم اوضع عليها صح أو خطأ خلنا نقرأ القوانين ونشوف شن اللي نخلي لها صح وشن اللي خلي لها خطأ the math challenge القوانين الخاصة بتحدي الرياضيات you must draw three shapes يجب أن ترسم ثلاث أشكال نعم أخذنا بداية الدرس أن يجب أن نرسم ثلاث أشكال فوضع عليها صح number two the shapes are circle square and triangle الأشكال هي دائرة مربع ومثلث إجابة صح لخطأ إجابة خطأ ذكرنا بداية الدرس أن الأشكال اللي يجب أن نرسمها هي المستطيل والمربع والمثلث فأقول لها خطأ number three you mustn't draw the shapes with the ruler يجب أن لا ترسم الأشكال بالمصطرة إجابة صح لخطأ أكيد غلط يعني يجب أن أستخدم المصطرة في رسم الأشكال the shapes must be the same size يجب أن تكون الأشكال بنفس الحجم إجابة صح لو خطأ إجابة كيد خطأ ذكرنا أن الأشكال كل شكل بقياسات مختلفة عن الشكل الآخر هذا ما يخص النشاط الأول النشاط الثاني the art challenge تحدي الفنية you must take a photo يجب أن تلتق الصورة ذكرنا أنه بتحدي الفنية يجب أن نرسم صورة وليس نلتق الصورة إذن أقول له cross خطأ there must be a long river يجب أن يكون هناك نهر طويل نعم ذكرنا أنه من شروط الصورة أن تكون بها نهر طويل أو الرسم the river must be between the yellow fields يجب أن يكون النهر بين الحقول الصفراء إجابة صح لخطأ ذكرنا أن الحقول يجب أن تكون خضراء وليس صفراء إذن إجابة خطأ فأكتب خطأ there mustn't be any animals in the picture يجب أن لا تكون هناك أي حيوانات في الصورة رجابة صح لخطأ ذكرنا أنه يجب أن يكون هناك cows أبقار فأقول له خطأ أما النشاط الثالث أو التحدي الثالث the english challenge التحدي اللغة الإنجليزية you must words and picture تطابق الصور بالكلمات نعم ذكرنا أنه نحتاج إلى قاموس الصور لكي نطابق الصور بالكلمات فأكتب صح بعد you mustn't use a picture dictionary يجب أن لا تستخدم قاموس الصور إجابة صح لخطأ إجابة كيد خطأ يجب أن أستخدم قاموس الصور you must spell all the words correctly يجب أن تلفظ أو تكتب املاء الكلمات جميعها بشكل صحيح نعم يجب أن يكون املاء الكلمات صحيح أقول له صح you mustn't write يجب أن لا تكتب أكيد لازم نكتب فأقول له خطأ هذا ما يخص هذا النشاط هل أن الأنشطة كلها أنشطة صفية كتحضير يومي يسيرها الأستاذ شفويا كتحضير يومي بداخل الصور أما بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي غير مهمات أحاول قدر المستطاع فقط أحضرهم بالتحضير اليومي المتعلق بالدرس القادم هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بتحديات وتحدي الرياضيات وعرفنا شن الأسئلة اللي جدت الكريم ولينا هذه التحديات وشون جوابوا على هذه الأسئلة صححنا إجاباتهم ومنطيناهم النقاط وجوابنا على كل الأسئلة المتعلقة بها بالدرس القادم إن شاء الله رح نأخذ التحديات الأثنين الباقية اللي يتحدى اللغة الإنجليزية وتحدي الرياضة وكذلك رح نشوف أنه جميع أنشطة مثل هذه الأنشطة همنا أقرأ للأسئلة أقيم أنطهم الدرجات وجاءوا على الأسئلة المتعلقة بهذه التحديات ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أظافة تحبون تقدموها تقدمون تتواصلون مع الحسابات الموجودة منكم على الشاشة شكرا من أريه اشتركوا في القناة